وعد الله أنت ما شاء الله عليك قدرت تخلق علاقة طيبة ما بينك و ما بين عيالك تمد منهم الفوايد بالأشياء التي تقضونها و تسوونها في البيت لكن نسول في شوي عن العيد والساعات الأولى في العيد كيف تقضي مع العيال كيف تجهز حتى العيال لي صباح العيد خلينا نقول صباح العيد طال عمرة يا جهن نحن في العادة دائما يعني نرقد من وقت ونش من وقت وهذا واحد من أهدافنا إحلينا نمشي عليهم يعني فأي الله تسلم شكل عادة قادرنا معيقوا بصلاة العشاء قبل الفجر بأشر دقائق طال عمرة نشينا كلنا البيت كامل و سرنا المزيد تلبسنا طال عمرة لبس العيد كامل في حق صلاة الفجر صلينا الفجر و نيل السلم كبه الله إلينا الشروق إلينا كبيرات العيد و صلاة العيد و لا يحتاج أوصف لك الشعور طال عملك اللي يكونون فيها الصغار من الصبح و النفسية الجميلة من يوم الفجر إلى الصلاة و ردون البيت فرحانين و مستنسين و لا يحتاجون ميمعين العيادة بعد العيادة لا كنت ترى إياهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر